اشتركوا في القناة 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 وهو الذي يحافظ على التماسك المجتمعي لان اقتصاد معنى ايه؟ معنى توفر فرص عمل للجميع او للغالبية فيستطيع انهما يحافظوا على المجتمع الذي ينموا على وجه ارضه يعني كلما اصبح الانسان مستفيدا من الارض التي يعيش عليها كلما حافظ على تماسك مجتمع هذه الارض هو اساس تغيير مجتمع وتجديد لما كنا انا مستقر وعندي اقتصاد قوي وحياتي مستديمة في بلدي افكر وجدد وغير وحلل وعمل نظريات وعمل ابحاث الى اخري الى اخري يبني مجتمعات جديدة يعني كلما ضاق بنا السبل في مدينة من المدن انشأنا مدينة اخرى ومدينة تانية وحي تالت وحي رابع علشان تنتشر جموع الشعب في مختلف الاماكن في داخل المجتمع هو بيرسم قواعب بناء النهضة يعني بعد ما استقر المجتمع وبعد ما تستديم استقرار المجتمع ويستطيع ابناء هذا المجتمع ان ينتجوا وان يبدعوا وان يغيروا وان يجددوا يستطيعوا ان يبنوا نهضة نهضة ما فيش نهضة بنية الا على اساس اقتصاد قوي وعلى اساس تمكين مجتمعي وعلى اساس بناء قدرة الفرد المواطن داخل هذا المجتمع لهذا قبل ان نتكلم عن نهضات نتكلم عن استقرار ونتكلم عن الاستدامة ونتكلم عن دور الفرد ونتكلم عن انتماء الفرد المواطن للأرض التي يعيش عليها وكيف يدافع يدافع الدفاع المستمعي لكي يحافظ على البناء المجتمع داخل وطن ويرسم قواعد بناء النهضات وابناء الحضرات يبقى نقولها كده دور الاقتصاد هو عمود المجتمع هو اساس الاستقرار هو مضمون الاستدامة هو المحافظ على التماسك المجتمعي هو اساس تغيير المجتمعي والتجديد هو الذي يبني المجتمعات ويرسم قواعد بناء النهضات ويبني الحضرات الشعب الجائع احفظوها 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 الشعب الجائع ليس له القدرة على التفكير دي خلوها كده ككلمة في اذنكم كالحلق او كالقرد في اذن المرأة الشعب الجائع ليس له قدرة على التفكير فسروها كما تريدون اتفسرها لا يستطيع الشعب الجائع ان يفكر ثم ان ينتج ثم ان يستقر ثم ان يستديم على ارض المجتمع بتحصل هجرة ثم يبدأ ثم يغير ثم يجدد ثم يابني نهضة ثم يابني حضارة ثم 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 في مقولة كان في محاضرة من محاضرات الشيخ يوسف القرداء ورب الدين الدين الصحة وغيره قال ان احد كبار العلماء كان يفتي في المسجد ومتقلق كان عنده اكثر تلاتين او اربعين مسألة حينقشها مع جمهور المسجد فدخلت عليه جارية يعني فتاة صغيرة فأسرت في اذنه قائلة يا شيخنا ليس في بيتنا دقيق خلاص خلاص يعني احنا هنجوع ما عندناش عشر النهاردة فرد عليها قائلا قاطلق الله يا فتاة لقد اطرتي من مخي اكثر من تلاتين مسألة خلاص بيته ما فيوش رغيف عيش هنفكر ازاي يحاول ينقذ المجتمع ويعلم المجتمع قبل ان يوفر الغذاء والكساء والامن لابناء بيته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات امينهم في سربي معافم في بدنيه عندها قطة يوميه كان كحيزت له الدنيا امينهم في سربي الامن معافم في بدنيه الصحة عندها قطة يوميه له الغذاء كما قال الشيخ للمند بدأ ايه دور الاقتصاد ايه واساس بناء الاقتصاد اي اقتصاد في اي دولة في اي مكان لابد يبنى على الثروات الوطنية المحلية بالدرجة الاولى والاخيرة اعيدها تاني عشان يفهم الشباب لابد ان يبنى اقتصاد اي وطن واي مجتمع على وجه المعمورة بناء على الثروات الوطنية المحلية التي يكتشفها ابناء هذا المجتمع ويستفيد منها كل مواطن من ابناء المجتمع واستطيع ان يشعر المواطن في الاستفادة منها انه يملك مثل هذه الثروات لكي يستطيع ان ينميها لابناء وطنة وابناء شعبه بناء الاقتصاد الاقتصاد مبنى على الثروة وما فيش داء وما فيش قطعة ارض على وجه المعمورة الا والله قدر فيها مقدرات يستفيد بها كل من هم على ظهر هذه القطعة حتى لو تضاعف اعدادهم بعد مئات السنين لان ربنا في علم الندني يعلم انه سيعيش فوق ظهر هذه القطعة من الارض مليون او خمسة او عشرة او خمسة اكتشفوا ما في اراضيكم لكي تستطيعوا ان تبنوا اقتصاد دولكم واقتصاد بلادكم واقتصاد مجتمعاتكم اهم المصادر الوطنية اللي تبني اقتصاد هي بقى انا حطيت بعض المحاجات دي لدي كل دي مقدمة والاسبوع القادم ان شاء الله حناخد كل المحاضرتين اللي عملهم محمد نجم واحمد الشيخ عشان نحطوهم في محاضرة تانية لو استوعدنا في الاسبوع القادم وفي محاضرة تالتة الاسبوع اللي بعدين من اهم المصادر هي الثروات البشرية حذاري 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 ويقولها مليون مرة ان لا نستثمر في الثروات البشرية هم الاصل فان نمنحهم القدرة على التفكير ونمنحهم القدرة على التعلم ونمنحهم القدرة على الانتاج ونمنحهم القدرة على الابداع ونعطيهم القدرة والصلاحية على التغيير المجتمعي ونحترمهم ونقدرهم من الكهولة من التفولة الى الكهولة لان هذا الشاب وهذه الشابة هم من كرمهم الخالق سبحانه وتعالى لكي يكونوا ها ممثلين له في الارض كرمنا بني ادم ثروات البشرية نمر واحد بالدرجة الاولى بلد غنية فهذه الثروات البشرية هتكون فقيرة بعد كده نمر اتنين الاراضي اللي عندنا في كل جزء من ارض المجتمع والوطن في ثروة في ثروة قد نعيها وقد لا نعيها قد نكتشفها الان وقد لا نكتشفها الان فلابد علينا من ان ننظر تحت اقدامنا الثروات تحت اقدامنا في بلدنا دين من اتنين لما تأتي المياه المياه وخلقنا من الماء كل شيء حي ربنا خلق الحياة من الماء فلابد ان نكتشف الماء في عماق البحار او اعماق الاراضي اول دا كان ربنا سبحانه وتعالى وهو ابننا انهار وبحيرات وامطار وده شيء تاني نعمة اخر دي نمر الثلاثة نمر اربعة التعليم انا حطيت تعليم لان تعليم دا اللي بيوفره المجتمع ما هو الشيء هو شيء مكتسب بتوفره الدولة لابناء التعليم 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 مش فقط التعليم اللي يحصل فيه الفرد على شهادة لا التعليم الذي يجعل الفرد قادرا على التفكير قادرا على التحليل قادرا على الاستنباط قادرا على التغيير قادرا على وضع النظريات قادرا على البحث قادرا على الخوض في اغوار العلم والمعرفة لا يسا اشهادة وانسقف في اخر انسانا لا يسا من يحفظ القرآن هو يعلم القرآن لا بحافظ فقط ما في القرآن وهكذا في كل كتب السماوية نمر خمسة بناء الاسواق الشعبية الوطنية لكي نستطيع ان نكتشف قدرة كل مواطن على الانتاج سواق هنعمل بسبوسة ولا هنعمل كشري ولا هنعمل كابسة ولا هنعمل تطريز من عند النساء ولا هنرسم لوحة ولا هنعمل حتة كرسي الى اخرى الى اخرى لابد ان يعمل كل فرد داخل المجتمع وفق خدراته ومقدرات المجتمع التي يعيش فيها سوء شعبي حذاري ان تهمله الاسواق الشعبية حذاري ان تهمله الاسواق الشعبية الزراعة وده بيت القصيد كل ده شيء والزراعة شيء تاني كل ده شيء والزراعة شيء تاني يبسط اشياء نتكلم عنهم هنا صلوات البشرية الاراضي المياه التعليم من اسواق الزراعة لماذا الزراعة وذا كان حصيلة هنتكلم فيها الاسبوع القادم بالاراقة اللي وضعها محمد نجم واحمد الشيخ السادزة بتعنم الزراعة هي مصدر الغذاء زي ما انا قلت من قبل الشعب الجائع ليس له القدرة على التفكير ناهيك عن الفهم ناهيك عن الاستقراء ناهيك عن الاستنباط ناهيك عن التحليل ناهيك عن التغيير ناهيك 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 نمر واحد الزراعة معناها كساء ده القميسة اللي انا لابسه ده ممكن يكون قط ممكن يكون كتان ممكن يكون حرير للنساء ممكن يكون اي شيء جوج او حاج زي كده جاي منين جاي من الارض من الارض من الارض كيف اغنية كان بيغنيها الشيخ سيد مكاوي الارض بتتكلم عربي الارض جميلة جدا جدا يا شباب روحوا اسمعوها اسمعوها اغاني والتي تتحرك مشاعر الانتماء الوطني للمجتمع والوطن اللي احنا بنعيش فيه الكساء كافة الصناعات التي نستطيع او غالبية الصناعات التي ممكن نتكلم عنها في المحاضرة القادمة صناعات طبية صناعات اللحوم صناعات الالبان والجبن صناعات الزبد والزيوت الى اخري الى اخري الى اخري الى اخري الى اخري كثيرة كثيرة التنظيف كل شيء اساسه 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 الزرع الاساس اللي احنا عدنا عليه الكراسي هاي شايفين بس انا مش قادر اجبلكوا الترابيزة دي سمعنا الخشب ده جاي منين جاي منين كل انواع الخشب المختلفة الزان المناخ يعني حيوانات المناخ يعني تيور مهاجرة وغير مهاجرة المناخ يعني تعاقب الليل والنهار في الفصول الاربعة المناخ معناه محاصيل مختلفة تطلع في كل فصل من فصول السنة ده المناخ من اللي بيحافظ عليها الزراعة التجارة التجارة كل هذه المنتجات بتحول سلعة تجارية تتتور تسبح من ثمرة الى عصير الى مربة الى كذا الى كذا او من بذرة الى دقيق الى رغيف او او الى اخر فيه سوق بيكون حول الزراعة حولين الاراضي الزراعية كل المنتجات المتنوعة اللي احنا بنشوفها تخرج من الارض فالارض الصالحة دائما منتجة والذي يحافظ على انتاج مثل هذه الاراضي هو المناخ السياسي الذي يتوفره الدولة للشباب والشبات والمواطنين لكي يخرجون كنوز هذه الاراضي ويحولونها الى منتجات مجتمعية ثم سلع تصدر للعالم الخارجي ده كل من الزراعة التوظيف والعمالة فيه الشيال فيه الفلاع فيه العتال فيه العرباجي اللي هو بسوق العربية الكارو فيه التاجر فيه كل الحاجات دي كلها موجودة من الارض من الارض اللي احنا نتكلم عنها بناء المجتمع بيكتمع الناس حوالين الارض المنتجة الزراعية يكتمعوا كلهم لأنه فيه استقرار لأنه فيه انتاج لأنه فيه دايمومة في الانتاج لأنه فيه تمأنينة عند الناس انه حيلاؤوا قوت يومهم من الارض اللي هما عيشنا عليها مش هيعتمدوا على الاستيراد على الايه استيراد مواد قد لا يستثيغوها قد تتحكم فيهم والعملة الصعبة فتأتي اليوم بسعر وتأتي غدا بسعر آخر أما المنتج المحلي من الارض فهو يخرج تحت أقدام أبناء هذه الارض وسائل النقل زي ما أنا قلت العربيات الكروا الطرق كلما يستعملها الكباري بتتعامل من أخشاب إلى آخره إلى آخره إلى آخره شوفوا الزراعة بتعملها نفيه حركة كثيرة جدا نحن نعاش نتكلم عنها وسائل الدغط بتكون الأمة اللي عندها اقتصاد ومنتج قوي بتستطيع دولتهم أنها تضغط على الدول الأخرى من أجل قبول هذا المنتج يبقى بتتدخل الزراعة اقتصاديا في الضغط السياسي على الدول المجاورة التحكم في الأسواق مش فقط في الأسواق المحلية في الأسواق العالمية بقدر إنتاجك لسلعة أنت بتنتجها تنتج زيت أزيز زتون بتنتج أمح بتنتج درة بتنتج شعير بتنتج رز بتنتج ايه تاني يا ربي فواكه بتنتج كل هذه الأشياء بتنتج لحوم بتنتج ألبان بتنتج أجبان إلى آخر يعني نشوف دول صغيرة زي هولندا والدنمارك و النرويج بينتجوا عددهم صغيرة جدا الإنتاج الحيواني عندهم إنتاج الأجبان وإنتاج الألبان وإنتاج اللي هو منتكلم عنه يا ربي اللي هم الأجبان والألبان والزبدة والزيوت إلى آخر علوم مكتشفات في الزراعة بتطلع علوم مكتشفات كتيرة نتكلم عنها فيما بعد سلين نتكلم دايما بنتخد بالأرقام الكبيرة في أعظم الصناعات كل هذه الصناعات موجودة أنا بس حطيتها كده علشان ننظر إليها ونتعلم منها قبل أن نختم الكلام معكم اليوم أعظم الصناعات دلوقتي نتكلم عنها المربحة الصناعات الصناعة الصلاح للقتل ولأسف دلوقتي أصبحت صناعة الصلاح من أكتر الصناعات ربحا وأكتر الصناعات تدنيلا لأي مجتمع والمجتمعات والتشريد والتهجير إلى آخر نموة اتنين صناعة التكنولوجيا اللي احنا شايفينها يعني التلات تلفونات اللي بينشروا دول تكنولوجيا السوشال ميديا اللي كذا اللي كل حاجات دي كلها مربحة جدا من أغنى الشركات في العالم أغنى تسع شركات في العالم بعدها صناعة بيترو كامويات اللي هي البترول ومشتقات البترول والغازات تيجي بعد كده صناعة الإعلام والسينما هوليوود يونيفرسال استيديو مدينة الإعلام في القاهرة دبي إلى آخره إلى آخره الأفلام اللي نتكلم عنها تيجي معا قوي قد تكون صناعة الدعارة والأفلام الإبحية أكتر ربحا من صناعة الإعلام وصناعة بيترو كامويات في صناعات أخرى برضك مربحة بس أنا حطيت دول عشان أشوف الصناعة دي بقى مبنية على إيه نختم بهذه الرسالة للشباب نختم بهذه الرسالة للشباب الرسالة بتقول إيه بتقول الشعوب الخاسرة من هي هي التي تحول غابتها وموائل حيوانتها وطيورها إلى مباني أسمنتية تحرب ما بين المستثمرين وما بين إيه أصحاب الأراضي الحقيين ساكن في غابات الأمازون في غابات البنجال في بنجلديش وفي الهند إلى آخر اللي تعتبر هذه الغابات رئة العالم كله فيأتي المستثمر وحتى تحويل اللي هو بعض الغابات في أندونيسيا إلى زراعة اللي هو النخيل الذي يخرج الزيوت لما حرقوا هذه الغابات في أندونيسيا مش تسحاب الدخان أثرت على ماليزيا لمدة شهور وده بيعمل تغير المناخ وبيعمل أشياء أكثر جدا سلبة للمجتمع اللي هو تحويل الغابات إلى مباني أسمنتية تحويل الرقعة الزراعية وأرضية لما شاء تجارية ومبانية سكنية يعني ده بدون ذكر الأسمنة البل عشان ما نخشش في السياسة وكل واحد يقعد يحلل كل واحد عنده دونما أو عنده نصف هكتار أو عند ربع فدان مش عالف يطلعوا اقتصاديا بيروح في غياب الدولة أو ضعف الدولة أو فساد الدولة بيحول القطعة دي إلى قطعة استثمارية للبناء إلى آخر ده بيأثر على الاقتصاد الدولة رادمت ترع أنا عندي ترع وعندي تفريعة للأنهار اللي عندي بردمها إيه ده أنا هنا وإحنا ماشيين في الشوارع بنجد سرسيب سرسيب يعني إيه مش نهر جزء رفيع جدا من الأنهار بيحافظوا عليه علشان يستمر التدفق المياه فيه والحيوالات اللي بتعيش فيه والأسماك اللي بتعيش فيه والطيور اللي بتيجي عليه والحشرات اللي بتعيش فيه إن ده جزء من بناء البيئة اللي إحنا بنعيش فيه ونتمتع إيه بخيراتها ردم الترع واخد بالك وفروعها والبالك إلى آخرة وفروع الأنهار نتكلم عنها الشعوب اللي ما تسعاش اللي يستسطح أراضيك دي الزراعة هي الشعوب خاسرة 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 ما فيش أرض من على وجه المعمورة إلا ممكن تستذرع وتصبح خضراء كان فيه أغنية لعبد الحليم حافظ لو كنتوا أنتوا فكاه كان بيغنيها للقائد الراحل الجمال عبد الناصر وقال له تفوت على السحرة تخضر تعدي كده عبد الناصر تلاقي السحرة السفرة دي بقت خضراء صلاة النبي أحسن بتزاي بالعمل وبالبحث وبالجهد إلى آخر اللي كي نصنع أو نزرع منتجات زراعية تتكيف مع التربة وتتكيف مع المناخ الصحراوي قالت لتستثمر في مشروع المياه الجوفية واستسطح الأراضي الصحرية اللي تستثمرش فيها تعتبر أن الصحرة دي غير مجدية غالط غالط صحرة فيها كنوز وفيها أنهار وفيها برك مياه في تحتها اللي احنا تتشمناها لتستثمر في مشاريع توعية المحافظة على البيئة دي أخطر حاجة أخطر حاجة التوعية لذلك الحلقة دي هي من الحلقات المصحرات دي أخطر حاجة المصحرات دي بيصحم منهم يصحي الناس العايز يصحي ليصحي 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 توعية بالحفاظ على البيئة في منتهى الخطورة لكل شاب وشابة يعيشوا على وجه هذه معه ليه لأنه هو الشاب ده اللي حيتمتع بخيرات هذه البيئة وأبناءه من بعده بعد 30 و40 و50 و100 سنة الأباء زرعوا والأجداد زرعوا وأنشأوا هذه البيئة الصالحة للمعيشة فعليك أيها الشاب وأتي الشاب أن تعي مقدار البيئة التي تعيشين فيها والتي يعيش فيها الشاب الاستراد خطير وقد يكون سلاح مدمر احذروه لأنه يعتمد على العملات الأجنبية ويعتمد على المنتج الذي يستطيع أن يكبل المجتمعات بأسعاره وبنوعيته أنا أشكركم جميعا في الاستماع عليها اليوم وجزاكم الله خير ونلتقي يوم الخميس إن شاء الله في نفس المعاد يوم الخميس لبعد غد في نفس الموضوع نتحدث على اليوم الثالث إن شاء الله وفي نفس الموقع 12 وقت لندن و2 وقت مكة وقت لإيجابة والعجل وأقول الناس المغرية لا يستطيع لا يستطيع أن تفكر الناس المغرية لا يستطيع أن تفكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته